أخر سؤال نختم به مع اقتراب رمضان يلح سؤال مهم أنا أأم مسجدا صغيرا في تنبة يوجد مسجدان كبيران هما أكبر المساجد في المنطقة فهل نتبع هذين المسجدين في إعلان أول ليلة في رمضان نقول لك يا رعاك الله الحد الأدنى أن لا يختلف أهل المحلة الواحدة في صومهم وفطرهم وهم أولى من يخاطبون بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفترون فإذا عجزنا عن التوحد على مستوى الولاية بأكملها فلا أقل من أن نتوحد على مستوى المحلة الواحدة والمأمول يا رعاك الله أن يكون التوحد على ذائر أوسع وعلى ذائر أكبر بإذن الله ومجمع فقاه الشريعة يعد الآن منهجية أرجو أن يجمع الله بها الكلمة وأن تمثى مخجا من فتنة التشرذ والتفرخ الذي تعانيه وتكابده الجاليات المسلمة في هذا البلد يقترب رمضان تقترب معه أو جاع الرؤية أو جاع الجدل والخلاف التقليدي حول دخول الشهر وانصرامه بين أصحاب مذهب الرؤية والقائن بالحساب الفلكي أسأل الله جل جلاله أن يجمع على الحق كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرين الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرين الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك